مساء الرضا كيف حالكم ان شاء الله طيبين اليوم عمد لكم خبز جدا روعة هذا الخبز الطريق المنفوخ وحشيناه بحشوة التونة السهلة لازم تجربوا هذي الطريقة وعشان تلاقوا نفس هذا الخبز كده ميني وحبوب ومنفوخ كده وكلبوز لازم تجربوا هذي الطريقة وتتبعوا الوصفات جدا سهلة وبسيطة وخلونا بالمقادر طريقة تحضير اليوم ان استخدمت كوبين دقيق ابيض ونص كوب دقيق اسمر او بر وخلط معا ملعقة كبيرة حليب بودر وملعقة صغيرة سكر وملعقة صغيرة خميرة وشوية ملح وماء دافي عقينة طرية بس ما تتلصقش باليد خلص عقنته تمام ودهنته بالزيت عشان ما تتلصقش وخلتها تتخمر عشر دقائق فقط بعد كده اختاروا الشكل اللي انتم تحبوه اما دائري او بيضاوي او مربع هنا تخمرت معايا خلص عشر دقائق اصمت الى كرتين وابدأ افرده واقطعه كاني بعمل بيزا بس السماكة شوفوا نفس كده السماكة لا هي رفيعة مرة ولا هي سميكة مرة نفس موضح لكم بالفيديو سماكته احطها على فوضة مطبخ وخليها كده شوية ترتاح بس اخلص كامل العقينة اللي عندي خلص اصخن الصاج وابدأ باول حبات عملتهم لازم الصاج يكون ساخن حرارة وسط لا هي مرة مرتفعة ولا هي هادئة وسط تكون ولازم تقلبوها استمروا بالتقليب عدوا للعشرة واقلبوه التقليب هو السر وهو الاساس في ان العقينة تنتفخ او الخبز ينتفخ وكمان لا تزودوش خميرة كتير في العقين اذا زادت ما بنتفخش الخبز يعني بيكون بتفتح معاكم وبيهبط معاكم لازم الخميرة تكون مزبوطة وكمان الخبز ما يكونش متخمر كتير تخلوه كتير يتخمر يعني افردوا العقينة وقطعوها وخلصوها كامل وابدوا من اول حبات عملتوها تمام لا تخلوهنش يتخمر كتير بتخسروا انه ينتفخ معاكم خلصوا هنا ما شاء الله العقينة عندي قاهزة والان ما نحفظه ممكن تفرزنوها بالفريزر تحطوها وقت ما تحبوه تطلعوها وتحشوها او ممكن تستخدموها ديركت يعني عادي خلونا الان نعمل الحشوة اللي عملتها انا استخدمت حشوة تونة تقدرو تحشوها كودو تقدرو تحشوها بيض اللي انتم حابين ونفس هذه العقينة تقدرو تعملوها حجم كبير مش بس انه يعني تقسموها كرات صغيرة وتعملوها حجم كبير ما شاء الله شوفونا كيف طريق وما شاء الله منفرغ من قوة وحاجة جدا روعة لازم تقربوها انا اقول لكم مش بالعقينة هو بطريقة عمل الخبز يعني الموضوع كله طريقة عمل الخبز والتسوية هو مش اي عقينة معاكم استخدموها وهنا معايا عندي الحشوة عندي هنا جزر وخيار حجم كبير وعندي هنا تونة مصفاية صفاتة بس من غير مغسلة اضفتلي الفلفل اسود ومالعقتين كبيرة مايونيز وخلطة فقط ما ضفش اي حاجة تانية ممكن تضوفو فلفل حار بودر مطحون يعني او تشلي فلكس يعني تضوفو فلفل بودر بس ما ضفوش اي حاجة وبدأت احشي الخبز زي ما وضح لكم بالفيديو وتأكلوا ألد خبز كده محشي بالتونة او بفطاير التونة او سندويتش التونة وقلتكم تقدروا تحشون لي انتم تحبوا بالعافية لي ولكم ولازم تقربوا هذي الطريقة ولا تنسوا تضغطوا على القلب ترجمة نانسي قنقر